بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب صفة الوضوء شروط الوضوء عشرة أولا الإسلام ثانيا العقل ثالثا التمييز رابعا النية خامسا أن تستمر النية من أول الوضوء إلى نهايته سادسا لا يتوضأ وهو يأكل لحم جزور مثلا أو وهو يبول بل لا بد في انقطاع الناقض قبل الشروع في الوضوء سابعا الاستنجاء أو الاستجمار قبله إلا إذا كان الوضوء من الريح أو النوم أو أكل لحم الجزور ثامنا كون الماء طهورا ومباحا تاسعا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة عاشرا دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم فروض الوضوء ستة أربعة مذكورة في آية الوضوء مع الترتيب والموالاة أولا غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق ثانيا غسل اليدين مع المرفقين ثالثا مسح جميع الرأس ومنه الأذنان رابعا غسل الرجلين مع الكعبين خامسا الترتيب سادسا الموالاة وتحقيقها بألا يؤخر المتوضئ غسل العضو حتى يكون الذي قبله قد جف وهو أي الوضوء أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأن لا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض وكذا كل ما اشترطت له الموالاة فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر